مين اللي ممكن يسافر مع الاهلي في مباراة ميديامة الغاني يعني حزوز وسام بوعلي المهاجم الفلسطيني بتزداد وفكرة تأجيل السفر ليوم اللاربع لها شقين شق ان الجهاز الفني بيأخر سفر يوم كمان لعله وعسى يستفيد بلاعب زيادة يسافر معاه في الظل الغيابات كتير جدا والحاجة التانية كولر وده هيبقى قرار بقى الفترة اللي جاية مش هيفضل انه يتواجد في اي رحلة خارجية اكتر من 24 ساعة او 48 ساعة الرجل مش بيحبز فكرة السفر وتوقيت السفر بره يبقى كتير عايز يقلل مدة السفر لان الرحلات الجاية كتير المعسكرات هتبقى كتير المطشط كتير فمش عايز يكون فيه ملل عند اللعيبة فرحلة غانا يا دوبك تبقى 48 ساعة رحلة الجزار يا دوبك كانت 48 ساعة بالاضافة لده لعله وعسى يكون فيه لعب ممكن يلحق بالبعثة يوم الاربع اللي جاي ففكرة وصان بوعالي ممكن يلحق دوارت بنسبة كبيرة فكرة ان كريستو ممكن يلحق دوارت بنسبة كبيرة احمد عبدالقادر دخل التدريب الاخير قبل السفر للجزائر ولكن من يوم السفر لغاية يوم سفر الفريق لغانا هياخد حوالي 5-6 تدريبات ممكن يكون مع البعثة في الرحلة ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي الى غانا لكن اللي تأكد موقفهم هيبقى صعب وده احنا بنقوله كل مرة الشناوي خالد عبدالفتاح احمد نبيل كوكا وبيرسي تاو يعني هيحاولوا يشوفوا موقفه في الساعات اللي جاية لان بيرسي تاو عنده اصابة في الخلفية محتاج راحة كانت اسبوع اول نزول اللي تدريبات المفروضة هيكون بكرة عشان يتطمنوا عليه فموقف بيرسي تاو مش هيكون واضح الا في الـ 48 ساعة اللي جاية اليو ديانج هيبعد شوية لان اقولت لحضراتكم بارا هيعمل عملية جراحية ممكن ياخد فيها غياب حوالي شهر ونص ولكن بعد اجراء الاشاعات النهاردة اليو ديانج ممكن يطول شوية في الغياب ممكن الامور تصل يعني تصل لحوالي شهرين الى شهرين ونص لكن ان شاء الله هنطمئلنا على اليو ديانج في الفترة اللي جاية خاصة اننا يامل عملية جراحية فمحتاجنا نتطمن عليه عشان نشوف مدى جهازيته لاستكمال المسلم في الفترة اللي جاية مرة وانا عطية خلاص غايب عن المباراة نتيجة الانزار التالت وتراقم الانزارات وبالتالي انت ما عندكش خيارات في وسط الملعب الا امام عشور اقرم توفيق افشا عمر السلية وممكن ييجي من بعيد لو الجهاز الفني شايفه في حالة فنية عالية كريم ندفد فيه لعبي قطاع الناشئين تم تسجيل ست لعبين ممكن يستعين بيهم ده وارد هنشوفه فيه ال 72 ساعة اللي جاية وبالتالي صفر الاهل هيكون يوم الاربع مش التلات وهيكون في مساحة وقت للجهاز الفني يختار اللعيبة في الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة